مرحبا بكم أيها الرائعون على قناتكم دهاليز حلقة اليوم سنرى فيها قانون الجذب إن المعنى العام الذي يدور حوله قانون الجذب الكوني هو أن كل ما يحدث في حياتنا هو نتيجة أفكارنا التي نعتقدها أي أن الذي فكر به كل منا في الماضي أو حتى الحاضر هو الذي يشكل مستقبله ولعلنا جميعا نستخدم تلك العبارة الشائعة تفائلوا بالخير تجدوه والتي تحمل نفس المضمون حيث أن الفائل معناه هو الكلمة الطيبة وينص قانون الجذب على أن أفكار الإنسان لديها القوة أو الجاذبية لجذب المقدمات التي تحققها ففي حالة الأفكار السلبية ستقع الأمور السلبية ولو كانت الأفكار إيجابية ستقع الأمور الإيجابية إن قانون الجذب ليس مستحدث بل هو قديم جدا وقد ورد في الحضارة المصرية حيث اعتقد المصريون القدماء بوجود هذا التأثير للأفكار وطبقوها على حياتهم ولحقه في ذلك المعتقد اليونانيون حتى القرن العشرين ظهر ما يسمى بعلم البرمجة اللغوية العصبية ليصير علماً معترفاً به والذي أعاد إحياء القانون القديم ويقول الدارسون في هذا العلم أن كل من وصلوا إلى المراتب العليا في أعمارهم كانوا واثقين أنهم سيصلون إلى هذه المراتب حتى تضافرت جهودهم مع أفكارهم لتحقيق أحلامهم أما في الإسلام فنحن نؤمن أن قدرة الله فوق قدرتنا فهو الذي يقدر لنا مسار حياتنا ويجب على الإنسان بالمقابل التفاؤل والعمل فالقدر واقع لا محالة في الحديث القدسي الذي يحثنا على حسن الظن بالله حيث يخاطب الله عز وجل عبده ويقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء والقرآن يؤكد على أن مشيئة الله هي المتحققة فيقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وفي السنة حث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على التفاؤل فقال وأحسنها الفأل علينا في نهاية الأمر أن نتعامل مع قانون الجذب كونه مجرد نظرية غير قابلة للتطبيق العملي أو ليست قابلة للإثبات لتصبح قانونا مبنيا على البراهن القطعية فلا أحد يعرف قدره ليعرف أنه قد تأثر بهذه الأفكار الإيجابية أو تلك السيئة ليأخذ مساره النهائي إن رؤية الإسلام للقدر هي أن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء وكتبه قبل خلق السماوات والأرض وهذا القدر مبني على علم الله وحكمته البالغة لذلك فنحن في حياتنا نرى قدرة الله وحكمته وعلمه ظاهرا جدا في ترتيب الأقدار والأحداث سواء الحسنة أو التي تؤلمنا ونعتبرها بلاء وفي كثير من الأحيان يرزقنا الله فهم الحكمة في تقديره للأمور ونكتشف أن لطف الله ورحمته بخلقه هي الأساس الذي بنيت عليه تلك الأقدار خلاصة القول إن الله قدر كل شيء وما يحصل للإنسان من خير أو شر فهو مبني على فعل العبد من جهة وحكمة الله من جهة فالله يريد بنا اليسر ولكن قد يقدر الله للعبد المصيبة حتى يرب الإنسان ويعلمه ويهذبه فيصير في مقام أعلى عند الله وقد تكون تلك التربية بالنعم والرخاء وأيضا يمكن أن تكون بالشدة والبلاء فأمر المؤمن كله خير وهو مجازى في كل أحواله فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ترجمة نانسي قنقر